السلام عليكم أين أنت يا رجل تفقنا نتقابل بعد 15 دقيقة في الحديقة لأن أنا موجود هناك وحضرتك مش متواجد تمام تمام أنا في الطريق حاليا 5 دقائق بكون عندك في الطريق حاليا ماشي يالله مع السلام عند بعض الأمم إذا أعطاك شخص ما موعد وقال لك أنت قابل في المكان الفلاني بعد 15 دقيقة مثلا ثم أنت جئت متأخرا عن الموعد 10 دقائق تجده يجلس معك فقط 5 دقائق ويذهب يعني بمعنى آخر أو بمفهومهم إذا أنت لم تحترم وقتك لمعساه يحترمك ونحن أولى بهذا المفهوم منهم ومن هنا حلقة اليوم لنبدأ على بركة الله فالوقت هو أنت نعم أنت عدد من الثواني التي قدرها الله لك في عمرك فعندما لا تحترم دلك الدقائق والساعات التي تمر من عمرك دون عودة أنت لا تحترم نفسك لو نظرنا للأمر من زاوية مختلفة صحيح لذلك إذا كنت من الأشخاص الذين يحترمون موعدهم فأنت شخص متميز وناجح وهذا الفيديو ليس لك ولكن إذا كنت من الأشخاص الذين لا يحترمون موعدهم فاقترب مني قليلا أريد أن أعطيك درس بسيط في الرياضيات الدقيقة الواحدة تساوي ستون ثانية تخيل يعني أنت عندما تعطي موعد لشخص بعد خمس دقائق يعني أنك ستحضر هناك بعد ثلاثمائة ثانية تخيل وليس بعد ثلاثمائة ثانية طبعا أمزح حبتي في الله لا تغضبوا مني ولكن الغاية تبر الوسيلة كما يقولون الوقت مهم جدا لدرجة كبيرة جدا فالله سبحانه وتعالى عظمه وأقسم به قال تعالى بالضحى قال تعالى والعصر قال تعالى والفجر فالوقت مهم جدا لدرجة قد لا نتخيلها نحن لذلك احترم واحترم مواعيدك ما زلت غير مقتنع تخيل معي ما يلي تخيل لو أن الطبيب تأخر عليك وأنت على فراش المرض كيف ستشعر تخيل لو أن سائق الحافلة تأخر عن نقلك إلى مكان عملك كيف ستشعر تخيل لو أن الأستاذ تأخر عن محاضرته أعتقدون أنه ستفرح طيب أخبرني لماذا لا تذهب إلى الموعد في وقته يا رجل أمر بسيط لا يستحق يعني أشعر أنني أستطيع اللحق حتى لو خرجت متأخرا وأساسا لا أحب أن أذهب باكرا أحب أن يسبقنا الطرف الأول هناك حتى لا أنتظره أشعر أن ليس لدي هما للذهاب باكرا أو في الموعد في وقت نفسه هل تسمع نفسه؟ لاحظ الكلمات التي تقولها فتجد هؤلاء الفئة من الناس الذين لا يحترمون مواعيدهم تجدهم دائما في حياتهم آخر الناس سواء من ناحية علمية مادية اجتماعية أي شيء دائما متأخر عن الركب دائما هؤلاء الفئة من حولهم أفضل منهم في كل شيء سواء من التحصيل الدراسي الشهادات الزواج العمل هو ليس لدي هما أو إرادة قوية فهو دائما يعلق مشاكلها على علاقة الظروف وأخبركم بالأمر الأصعب هو متأخر أيضا في العبادات والصلاة فتجده لا يصلي أو يقطع في الصلاة فهذه طامة كبيرة مع الأسف وتجد الشخص فيهم إذا جاء إليك مترنحا متأخرا عن موعده يقول لك بابتسامة يا رجل هطارة الدنيا كل نص ساعة يا رجل فكرة ليست بالموعد أنت متأخر في حياتك كلها أو آسف الدنيا بالفعل ستطير من بين يديك دون إنجاز فيها أو جنة في آخرها إذا استمريت هكذا نفس عميق نفس عميق وأدي لأصابك أنا الآن تغط على جرحك لأجعلك تتألم لأن الألم من يصنع الفارق وأنا أعلم أنك متضايق الآن لذلك دعني أكون سببا في شفائك والشافي هو الله كيف أحترم نفسي أو وقتي أو مواعيدي خذ هذه الوصفة الطبية عندك الأمر يبدأ بأن تصلي خمس صلوات في ذات أوقاتها يعني بعد الأذان مباشرة فهذا أهم وأول موعد يجب أن تحضر دون تأخير استمر على هذه الوصفة لمدة أسبوع من الآن وباشر بها من الآن قم توضأ وصل الصلاة الحالية وابدأ باستخدام هذا العلاج لمدة أسبوع واحد من الآن ثم أخبرني كيف تشعر أو دعني أخبرك سوف تدمن الصلاة سوف تشعر أن حياتك ترتبت بشكل غير إرادي سوف تجد أن الكل أصبح يحبك ويحب مجلسك سوف تشعر بأن التوفيق يحفك من حولك سوف تجد نفسك تحترم مواعيدك الحياتية موعد العمل موعد الدراسة موعد بر الأهل موعد الكلمة الطيبة موعد الصدقة سوف تشعر بمكارم الأخلاق أو باختصار سوف تشعر بالحياة في نهاية حبتي في الله أعتذر عن الأسلوب الغريب نوعا ما في طرح فكرة اليوم ولكنني تعمدت أن يكون بهذا الأسلوب لأن الفكرة تستحق ففكرة احترام المواعيد مهمة جدا ويجب أن نتبناها في شخصياتنا لأنه معلسف تجدها شحيحة في شخصيات الشاب هذه الأيام إلا من رحم ربي كنت أريد أن أتكلم أكثر في هذا الموضوع ولكن الوقت تاهمني ولدي موعد ويجب أن ألحق به فأحببت أن أضع الداء والدواء أمامك واختر لنفسك ما تحب وترتضي ما دام يومك والليالي باقية كما يقول الشاعر أبو العتاهية وحتى أستبر في تطبيق هذا المفهوم في حياتي على المستوى الشخصي يجب أن أذهب الآن لأن المخرج يعني أشهر لي بالهناك إن شاء الله موعدي مع في المطار مع شباب أعزاء على قلبي محمود وشعبان جاءوا لزيارتي هنا في تركيا فلا أريد أن أتأخر عنهم وأسألهم إذا تأخرت ودبتم في أمان الله اشتركوا في القناة